موقع الجدارية تقع في قضاء الحمدانية في كنيسة ماركوركس التي تعاد من أقدم الكنائس الموجودة عندنا بناحية أو قضاء الحمدانية هذه الجدارية كانت في وقت سابق موقعها في داخل الكنيسة أما الصيانات التي صارت عليها استوجبت أن تكون حاليا خارج الكنيسة أي خارج بناء الكنيسة الحديثة المبنية وليست الأثرية أصير إلى أن هذه الجدارية تنظف عليها ملاط جصي في أوقات سابقة بالرغم من موقعها الذي كان داخل الكنيسة نتيجة لعدم توافق من الناحية الدينية بين طائفة وأخرى هذه الرسمة قرر في ذاك الوقت أنه يصار إلى إخفاءها بعمل ملاط جصي ورسم صورة أخرى لسيد المسيح عليه السلام عليها اتعرضت هذه الطبقة الجصية لعوامل الرطوبة ومشاكل ذلك التجأوا إلى أحد الحرفيين لإجراء عمال الصيانة لهذه اللوحة اللي اعتقدوا أنها قديمة تفاجأ المرمم بوجود لوحة أخرى ما بعد الملاط الجصي اللي موجود الظاهر بذاك الوقت اتفقت الآراء في ذلك الوقت هذا الكلام قبل يعني 30 سنة أو 25 سنة أنه يزيلون الطبقة المستحدثة اللي هي الملاط الجصي والرسم الموجود فظهرت عدنا هذه الجدارية اللي أم أرخيها المؤرخين إنها تعود إلى القرن الثالث عشر اتعرضت هذه الجدارية لأعمال تخريب من قبل عصابات داعش الإجرامية بان سيطرتهم على مدينة الموصل حال حال بقية الجوامع والكنائس والمناطق الأثرية والتراثية فارتأت الكنيسة راع الكنيسة الأب مسعود ارتأى أنه يصار إلى إجراء عمال صيانة لهذه الجدارية خاطبوا الدائرة بأكثر من كتاب الدائرة أبدت الموافقة والاستعداد بأنه يكونون فتجهد ساند للبعثة اللي غايح تشترى المفاتيش الثلاثار نعم بكتب رسمية على هذا الأساس اتفقت الكنيسة وراعي الكنيسة مع فريق فرنسي متخصص بمعالجة هكذا ألواح وبإشراف مكوادر ومفاتيشياتنا وحاليا متواجدين بعض الإخوان من هناك ليواقبون العمل وللأمان الفريق الفرنسي مهتم جدا بالعمل بهذا الموقع لأنه يحس أنه الامتداد ما فقط يمهم الامتداد موجود حتى بالموصل وفي أقضية ونواحي الموصل لهذه الصورة مراحل عملية الترميم كيف راح تكون؟ حقيقة عملية الترميم راح تكون على مرحلتين تناقشنا مع الفريق الفرنسي حول آلية العمل بإزالة هذه الجدارية من مكانها لأن المرحلة الأولى راح تنحصر فقط حول إنزال هذه الجدارية إنزالها من مكانها بطريقة علمية فنية المرحلة الثانية راح تكون المحافظة على الموجود من الرسومات بإضافة بعض المواد الكيميائية اللي يتحافظ على اللون وبريق الألوان المرسومة بها ثم يعادتها لمكانها الأصلي لتكون بمثابة متحف يعني يزور الزوار إن شاء الله تقييمكم كجدارية نادرة كيف جاء هذا التقييم؟ نحن أكو توثيقات قديمة لهذه الجدارية تقول أن هذه الجدارية من الجداريات نادرة جدا في محافظة أثنين وعلى الأقل لأن ماكو توثيق آخر لجدارية أخرى بهذه الشاكلة وبهذا الحجم وباستخدام هذه الألوان وهذه الصورة بالتحديد اللي هي صورة تعميد سيدنا ترجمة نانسي قنقر